موسيقى بعد ابنمشكار السلام عليكم انا جيميل وانا اوك وهلا وسهلا فيكم في جيمي شو سيزن 2 حلقة جديدة وهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في اولى فقرات جيمي شو نو كومت اولى الاخبار اليوم في البرازيل تم القبض على ببغاء ببغاء ايه ببغغانيا نعم ببغان بسبب اشتراكوا في جريمة مخدرات بغبغان اشتراك في ازززايبه يقول لك كانت معاهم في عصابة وكان العصاب يخلوه ببرا الجريمة برا مكان الجريمة ليش عشان لما تجي الشرطة هو يقولهم شرطة 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 فقوم هم يشردوا يعني بغبغان ندور بقيم الاخر عندما تقول علينا دور بقيم برا يقول الأخبار للاقوه فضم القبض عليه وتام المشكلة الظريف الموضوع انه تم استجوابه استجوابه وحكموا عليه ثلاثة شرطة هو ازاي استجوابوه وهو ضد الحن كان كيف استجوا ببغاني؟ ومكتوف الخبر من جدا ان استجوا بببغاني انت استجوا ببغاني ممكن يكون اللي مسكو بغانات شرطة يعني؟ الخبر بعد كده سيدة ألمانية مجرود ان هي بتسافر فبتسافر عن طريق طيارة فأي حد بيسافر خصان البنات أو الستات بيأخدوا كلب قطة مش عارفين دي خدت حصان غير أمينة بتاعت الحنطور وساعة صغيرة بتاعت الحمار دي خدت حصان حاجة تانية خلص والفكرة كلها ان الناس رحبت بيه جدا وتصوروا معي ومش عارفين مع الحصان مش معاها يعني ترى سبقت خبر زي كده قريب من ده الموضوع بس كان الموضوع انه واحد اخد معاك فعضاء لا بس تبني الفكرة كلها في الحصان وكيف قدت بتاشيرت ده تخيل في جوازه لا بس ساقات فيه بقى هيا دي المشكلة شوفت الصورة متصور مع طيارة سيلفي الخبر الي بعده الزوجة تضع زوجها على الانترنت للبيع حاطتت قوزها بقى حاطتت مواصفات وشعره طويل ومه يلذلك وسبب البيع كانت سوق سلوك الزوج كيف كانون الزوج ؟ سلوك يعني ممكن طويل في اللسان ام غير مرتف في حياتك كان عامل كامل كان عامل كامل ما جابشي رفع هادي المشكلة انا ممحطين السعر بس تخيل يعني انت مجرة النهار تلاقي تضارب مع زوجتك تحطك على النت معروض للبيع وانت تجيب كامل لا انت تتوزن انا دايش هتقوله هي احد تقوله انه هاد الشخص معروض للبيع مع مستل زمانه استعمال طبيعي الخبر بعد كده اب رفع عضاية على ابنه وطلبه ب 2 مليار اوف والسبب؟ السبب انه الابن اختلف مع ابوه قاله انت صرفت على ايه اللي عملته في حياتك معي بس فالاب جاب وراه وقلمه حسب كل حاجة من ساعة ما تولد لحد ما كبر ب 2 مليار ب 2 مليار ب 2 مليار انا اتوقع 2 مليار هاده بس من مصروف اقلي ده الفطار الفطور يعني غير الملابس وغير عدل تمشيات بس هاد الشخص بس الاب ده انسيته ايه ما حد شابه لا جنسية اوروبية خليل مشكل عامي نقول جنسية اوروبية غريبة والله اتن مليار والله كتير واقع لا بس انا بالنسبالي اثنين مليار كان ممكن في الدروس الخصوصية بس بجد ودلوقتي فقرت بالمقلوب اقول لك يا عادل ابغى امثل معاكم في المساسلات حبيب انت تغمر وابغى اكون بطل كمان اه يعني انت سايب الافلامتي كلها وعي استمثل معايا بقولك ايه؟ بتخش كده في مسلسل هيندي بنابو 800 حلق ده هتبقى زي الفل وهتبقى في الطب وده حال فقرت في دقيقة فيلمنا اليوم رومانسي درامي طب اعلقت البقرة وهذا بطلنا وهذه البطلة اللي يطيح في حبها بطلنا وتبدأ ملاحقة الحب لك شبك مصدوم ولا ما عم تعرف شو تقول ألو أخي ومهما كانت تعمل كان دايما عنده ابتسامة كأن شابي بيعاكس واحد كده في أولى جامعة وفي الأخير ضحكته بس متعرفش بتتحكله ولا بتتحك عليه ودي كانت نظراته لما نجلها أحبك وما لو كان جايقتلها كان هيبقى عمر ازاي وبعد كده بيتجوزوا ودي نهاية أي فيلم هندي لكن في فيلمنا دي كانت البداية هنا بدأ الموضوع والمشكلة هي الحمام وابتدى يشوف حلول مرة يخليها تعمل في بيت الجيران ومرة في القطر ومرة يسرق حمام بتنقل المشكلة كبيرة والقصة رحت لأحداث عمرك ما تتوقعها وطلعت القضية مش قضية زوجين إنما قضية القرية كلها عشان تعرف حداث القصة تابع فيلم تويلت ايك بريم كتا على وياك وديك تناديت حلقتنا ناردة من جيمي شو انسيبكم دحن مع هاي لايت الأسبوع في أضخم برنامج رقص برنامج دانس انديا دانس الجميل في الموضوع إنه القراند ماستر في هذا برنامج اللي هو مثل تشاكروورتي هو الرئيس في هذا برنامج وهتشوفوا مجموعة من الرقصات الهندية استعرضات رائعة جدا وفي ثلاث الحكام هم المتعة في هذا البرنامج والصراحة لأن كل واعفهم سيسوي فريق وفي الأخير سيكون في فائز سلام خدا حافظ اشتركوا في القناة